بدعوة من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي شاركت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب الدكتورة راشا راغب كمتحدث في مؤتمر المصريين في الخارج في نسخة الخامسة تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا استعرضت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب رؤية الأكاديمية فيما يخص مفهوم الاستثمار في الثروة البشرية بالإضافة إلى دور مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي أطلقتها الأكاديمية العام الماضي التي تهدف لإثراء المتدربات بتجربة ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف